السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده اوه ازاي ما احنا اتفقنا او الطلب مني في الفيديو الاخير طبعا عاوزين ايه تزدن الوزن زي ما انتو شايفين طبعا مشكلة في الكرش او مشكلة في السمنة اكيد ده سبب السكر فالسكر اللي احنا بنا قدوه في شاي في قهوة طبعا زيادة ان انت تاخد سعرات حرارية زيادة عن جسمك طبعا دي حاجة مشكلة كبيرة فطبعا انا مريت بحاجة زي كده او مسلا ناس كتير عرفها مريت بحاجة زي كده اللي مشكلة في السكر السكر طبعا ده منتج بيبقى في زي البانجر زي ما احنا شايفين او من القصب السكر طبعا ده حاجة بتبقى حاجة سعيلة او بتتصنع بتدخل في مواد تصنيع او بيدخل في ده حاجة كانت زرع فبيدخل في حاجات مواد صلبة من سيل لصلبة فغلطة عالجسم بيعمل عملية ايه اه زي الكورتيزون طبعا اه العيش العيش الابيض والديق الابيض ده حاجات طبعا نمنعها تماما هو السكر يعني العيش الابيض والسكر دي حاجة نوقفها طبعا لو انت انسان اه اه مش مريض سكر او ما عندكش اي حاجة بالنسبة للضغط او السكر فان تماما ادخل مش لايزن منتاخد عيشي وبزي تلاقيش الابيض زي ما احنا شايفين اه اه ده برضو عبارة عن ديق ولحمه وبتاع ديق معجنات معجنات دي كلها بتوصل لك عبارة عن دهون او بتوصل لك عبارة عن سكريات طبعا كل ده في العيش الاصمر طبعا ده حاجة حاجة كويسة جدا طبعا يعني حاول انت برضو تتقلل من العيش الابيض ده خلص او تمناع العاشر عبابيض وتخذ عشل السن العشل السن ده حاجة كويسة ده حاجة رداد ده ملين كويس المعدة اه كله ده مش هيتحوش عندك بالنسبة للدهون مش هتخل لك دهون كتيرة سكريات كتيرة اه هتقلل هتلاقي جسمك لوحده بينزل لوحده بدون رجيم مش لازم تعمل رجيم مش كل عادي خالص اه كل زي ما تشاف خاص دي حاجات مفيدة جدا وملينة فيها زيوت طبعية جدا بتلاين المعدة وفيها فوائد فنبعد نبعد عن الحاجات اللي بتضرنا نبعد عن السكريات عن الدهون اه لان انت جسم يغر جسمك كل واحد فينا غير التاني في انسان بياكل مهما بياكل ما بتفرقش معاه يعني امشي على نظام اكل اه خد فوائدك بس من الخضرات من البيض من الالبان خد اللي يكفيك ما تخدش حاجات زيادة يعني مفروض نافل بقنا شوية طبعا انا انا كنت واحد من الناس زي ما تشاف جسم بيبقى الجسم كويس كل حاجة بس بطن او كرش اه مش شكله مش باقي مش كويس خالص بالنسبة من ترول او بالنسبة لوحدة ست اه في بقى الحاجة اللي جميلة جدا اللي هي السنة مكا دي كويسة جدا ده 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 حاجة بتجاب من عند العطار طبعا سعرها بكس من اول مسلا بتجيب بخمسة جنيه بتغليها وطبعا دي ده حاجة حديثة عن الرسول السنن والسنود ده ده حاجة كويسة جدا بتخسر المعدة بتلين عملية بتنزلك عملية كل الدهون اللي في المترقمة في الجسم زي الشاي الاخضر ويمكن افيت كمان الشاي الاخضر بس المشكلة ان انا برضو لازم عشان تشربها ودي نصيحها بتشربها اخر اليوم بعد العشاء وتوزن الميزان عندك او اقرب ميزان عندك لازم توزن ده ده يبقى صاحبك الميزان ده كل تلات اربعة ايام توزن مش مش عيب ورا حرام وطبعا لو انت مش حابب الحاجة من غير سكر ممكن تاخد اللي هو السيتال اه اه تاخد اي حاجة من منتجات اللي هو السكر المصنع ده بقى بقى ما بيقى من من دورا من من الزهرة او اللي هو العشب المعروف اه السيتال ده برضو ده حاجة كويسة ممكن انت لو عشان مش حابب بتاع المسخ خد السكر برضو هلا قدى خالص في الشاي الاخضر ده حاجة كويسة جميل مش وحش بالتفاع فيه طبعا الجنجر دوت دي مكملات جزائية فطبعا وانت عملية انزال في الوزن فيه التي ده ده حاجة كويسة برضو اه فيه التوم اه اللي هو التابلت ده ده حاجة كويسة كل دي اه فيه طبعا زي ما انت شايف اللي هو اه براندة اللي هو عبارة عن الردة اه جميل والتومكس ده برضو حاجة كويسة جدا دي كل دي مكملات غزائية مكملات غزائية جميلة جدا دي عشان بتلاقي جسمك بحصل عمية الدعفة وبتاع لا انا بقلل من القتل بقلل من السكر بقلل من العيشة طبعا مع رياضة بقلل من الحاجات دي كلها فلازم مكملات غزائية والوزن اه اهم حاجة اوزن اوزن عشو في بطني نزلت ما نزلتش دي حاجة بعيدا عن ان انا اه انا دكتور نفسي ممكن انا اللي بيقل نفع معايا ممكن ما ينفعش معايا فيه الجنجر ده جميل جدا برضو حاجة العسل النحل ده والطمر والكلام ده كله هيعوضك عن السكريات طبعا انت لو حاب برضو الزبادي باللمون دي حاجة جويسة ده حاجة بتحرق فيه ناس ما بيحبوش طبعا موضوع اللمون او كده برضو الزبادي دي حاجة كويسة جدا مش حاجة مش وحشة يعني حاجة حاجة مفيدة اه طبعا عندك اه كتير اوي فيه بقى بزور بزركتان عندك الزيوت الطبيعية دي حاجة بعيدا عن الزيوتة العادية خالص دي طبعا حاجة مش كويسة فيه زيوت الطبيعية زيتها الحارس زيت الزيتون زيت اللوت زيت جوز الهند ممكن تبدل تبدل خالص الزيوت التانية والسامنات اللي هي الصناعية دي او اللي هو بيقول علي النباتية بالزيوت اللي هي الطبعية الزيوت الطبعية مش غالية والله ارخص من الحاجات التانية بكتير وبعدين انت مش هستخدمها كل شوية اه فيه كركمين بدلا ما تشتري بالخمسمية جنيه او ستمية جنيه انت ممكن تجيب الجنزبيل اه او تجيب مسلا الكركم هتعمل خلطة تشربها ده مشروب كويس جدا تبعده لما تشتري بالغالي ده غالي جدا بيتباع معلب زي ما انتوا شايفين دي العلاب دي العربة بخمسمية جنيه فانت ممكن تجيب هوا كابسولات كابسولات طبعا عن ايه او كوركم وجنزبيل. لأ طبعا ايه المشكلة اما انا جيبي كركم وجنزبيل. وانا استخدمه. حاجة مفيدة. بس لو حد تقوله انت مع انت عبان او كده ده ممكن مش هقولك يدور راي تايبه يعني. مش حاجة ما ستحصلش ان انت تتحاول انت لو انت انسان طبيعي خالص. يستعمل حاجات دي بزاة الجنزبيل اللي هو النبات بقى. مش ببودر. ممكن تاكله مع الصلاة ممكن تغليه مع شوية لبن جميل جدا. اه لا الجنزبيل والكركم اه من الحاجات الجميلة حتى في الصلاة هو هو بيدي اه لجسمك حاجة كويسة. فبالتالي اه انت انت طبيب نفسك الشاي الاخدر. الشاي الاخدر جميل. حاجة كويسة طبعا. تشربه احسن من الشاي التاني. من الشاي اللي هو العادي الاحمر بتاعنا. حاول تعلله. طبعا عاوز اقول لك طبعا الشاي العشاب كلها اي جميع العشاب. العشاب كويسة جدا. طبعا فيه البن في الاهواء الخضرة وفيه الاهواء العادية بتاعتنا. اه دي بتحرق عمالية حرق بتعمل عمالية حرق عالية جدا. فحاجة مفيدة. فانا شايف ان كل دي دي تجربة. التجربة يعني التجربتي دي في المواضيع دي جميلة جدا وانا شايفت ان انا نزلت طبعا بدون ما اعمل بقى موضوع الورقة بتاعت الرجيم والدكتور مسلا اه تغذية او كده. لا فيه ناس ما بتستحملش. والقهوة والنسكة فيه والله بحرق عالي جدا. بيحرق بطريقة انت ممكن تستغربها. في خلال اسبوع في خلال عشرة ايام بتلاقي نفسك نزلت خمسة كيلو ستة كيلو. انا كل ده قابلته. كل ده انا انا مرت به. طبعا انت ممكن تجرب. ممكن ممشيش معاك. مش 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 هيكل عادي. مفيش مش هيكل خالص. بس انت اجرب. مش عايب مما انت اتجرب. بدا لما انت توعد تاكل وتشرب وتفتح بقك وتبدل تاكل. وهو ولا هتحس ان انت خسيت ولا هتحس ان انت عملت اي حاجة. فطبعا انا انا بنصحك. طبعا انا الفيديو اللي فات اه انا التجربة اللي انا عملتها. لقيتها كويسة وقلت احكا لكم. وزي ما انا اشتريت المنتج وجربته. وانا طبعا مش بعلن على اي منتج. الماية طبعا مش عاوز اقول لكم المفروض الماية تشربها كتير جدا. يبقى تاست الماية دي في ايدك على طول. يعني صديقك. فشكرا لحضرتكو اوية على حسن الاستيق.